بغداد توجه مجهرها إلى المتورطين فيما بات يعرف بسرقة القرن تعتزم هيئة النزاهة الاتحادية في العراق مباشرة إجراءاتها للمطالبة من الشرطة الدولية الانتربول بإصدار أوامر قبض دولية بحق مسؤولين كبار سابقين من بينهم وزير مالية ورئيس جهاز مخابرات سابقان وفقا لمسؤولين عراقيين تدور الفضيحة حول عمليات سحب نقدي غير مشروعة من الهيئة العامة للضرائب في البلاد عام 2021 و2022 بلغ مجموعهما حوالي اثنين ونصف مليار دولار وأشار مسؤول عراقي لأن الجريمة كبيرة وعدد المتهمين فيها يزيد عن ثمانية واربعين وأعلنت هيئة النزاهة الاتحادية عن تنظيم ما يعرف بإشارات حمراء بحق مسؤولين في حكومة مصطفى الكاظمي وسكرتيره الخاص ومستشاره السياسي الخاص باعتبارهم مطلوبين بقضية سرقة القرن وأشارت الهيئة المعنية بمتابعة القضية إلى استمرار العمل على استرداد المطلوبين من دول عدة خلال الشهرين المقبلين وقال رئيس الوزراء العراقي الحالي محمد شياع السوداني أنه يعطي أولوية لمحاربة الفساد المستشري والذي أدى إلى سرقة مليارات لا حصر لها من ثروة البلاد النفطية على مر السنين وأثارت هذه القضية التي كشف عنها في اكتوبر الماضي غضبا شعبيا شديدا في العراق وتؤكد تقارير عدها أنه بالرغم من أن الفساد متفشي في عدد من مؤسسات الدولة في العراق إلى أن المحاكمات التي تحصل في مثل هذه القضايا قليلة وأن حصلت فهي تستهدف مسؤولين صغارا ترجمة نانسي قنقر